فعنا نروح للحاجة الثالثة اللي عايز أتكلم فيها برضو مع حضراتكم وأنا ظنناها حاجة مهمة جدا تم الاتفاق واختيار كابتن حسام حسن مدرباً للمنتخب الوطني خلاص؟ طيب ويتم تشكيل بقى الجهاز المعاون وما إلى ذلك يجي سؤال مهم جدا إيه علاقة؟ يعني إيه الحرب اللي حصل على السوشيال ميديا ضد حسام حسن؟ يعني السؤال هو هو أنتوا شفتوا أداء حسام حسن ما أحفظ اللقب طبعاً في الملعب شفتوه لما هيبقى مدير فني للمنتخب الوطني هيعمل إيه؟ ما شفتوش منه حاجة وحشة طيب أنا من الناس عندي وجهة نظر سبتة طول الوقت هو أنا إيه مشكلتي في أن أنا أجيب مدرب مصري للمنتخب المصري أنا ليه طول الوقت قاعد عمال بفكر أن أنا أجيب من أوروبا وأمريكا اللاتينية ليه؟ يعني إيه السبب؟ في حين أنه أهم إنجازاتي أهم إنجازاتي كان منتخب عملتها مع كابتن جهر الله أرحمه ومع كابتن حسن شحات ربنا يديله الصحة وطول طول العمر أهم إنجازاتي هتجي تقول لي يعني أنت شايف أنه كابتن حسن حسن قادر على أداء المهمة؟ أقول لك والله ربنا يا ربي قويه إحنا بنبدأ الحرب على الراجل قبل ما يقول صباح الفل يا ملعب ده الراجل لسه ما عادش مع اللعيبة بتوعه حتى واحد بقي جي يقول لك بس صلاح مش هيرضى وصلاح جي كلمك في التليفون قال لك بقول لك يا بيسبس أنا مش راضي ما حصلش أصل اللعيبة المحترفين في الخارج مش هيوافقه هم كلموك برضو قالوا لك مفيش حاجة اسمها كده عشان بس نبقى متفقين أنا من وجهة نظر أنا كمواطن عادي يعني ولا أدعي إن أنا اللي فاهم فيه كرة القدم وتشكيل المنتخبات واختيار المديرين الفنيين أنا اللي فاهموا إن حصل لي واقع مرتين اتنين كباتن مصريين استلموا المنتخب وحققوا بيه أعلى إنجاز في تاريخ المنتخب الأجانب ما عملوا لناش كده ده نمرة واحد نمرة اتنين اللي فاهموا إنه كبتن حسام حسن نصحت أنا بقى كراجل مشاهد كراجل مشجع كراجل مواطن إيه ركز في الملعب ركز مع اللعيبة خلي دايما أعصابك في التلاجة خليك هادي جدا وما تبصش على السوشيال ميديا نهائي نصحتي والله دي نصحة لأنا نصحت بيها نفسي من 7-8 سنين دلوقت يعني في 24 أوه يبقى بقى لي 8 سنين تقريبا ما ببصش على السوشيال ميديا لا ألتفت أنا عملت دي اكتيفيشن لكل الحسابات من 7-8 سنين حلو يبقى كراجل حساب ركز في ملعبك ركز مع لعيبتك أعصابك في التلاجة انسى السوشيال ميديا تماما وكأنها غير موجودة ما تمش اختراعها وركز مع كل لعيب على حدة واعرف تركيبة كل لعيب بالتأكيد أنت عارف مهارات كل لعيب اعرف التركيبة الشخصية والنفسية والعقلية والزهنية لكل لعيب واحتوي الفرقة بتاعتك هتحلق بنا في السماء